السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا ومرحبا اتفضل يا سيدي مصطفى مع حضرتك فندم الحمد لله يا فندم وحضرتك طيب وصحة وسعادة يا رب وكل الامة وكل الناس بخير امين يا رب العالمين والله ليس سؤالين ما عليش يا فندم كده انا اسف على الاطالة اتفضل يا حبيب دلوقتي انا بصلي وحضرتك وانا قاعد على الكرسي تمام عندي مشكلة في ظهري فبصلي مثلا امام بالمدام بتاعتي وكده تمام فانا يعني بتقول لي مثلا ايه قدم قدام قوي انا قد قدام قوي وانا بصلي عشان هي بتسجد طبعا فعشان هي متبقاش مسابقيني هل ده صح ان انا بقدم قوي كده ولا ممكن ابقدم عنها بخطوة واحدة بس وخبار حضرتك وهي تسجد وانا بسجد بس ايه بس انا قاعد على الكرسي اه طيب ده السؤال الاول السؤال التاني سؤال التاني عندي حضرتك مبلغ من المال تمام مفروب بيه يعني بطلع الزكاة بتاعته يعني مثلا كل شهر مايش طبعا عندي اخواتي بقى انا فقر حضرتك مثلا يعني مش يعني مش مقتدرين على يعني ماديا فهل يجوز ان انا طلع من مال الزكاة دوت اديهم منه زكاة المال بتاعتي طبعا ولا لازم يكون مال مال تاني غير صدقات يعني تقصد صدقات لا يجوز للانساني ان يعطي اخواته من زكاة المال طالما انهما مستحق للزكاة خلونا دلوقتي اكمل بس اجابة على اسئلة اخونا مصطفى هو بيصلي بزكته يجوز للانساني ان يصلي الجماعة باهل بيته وده شيء جميل وصلاة الجماعة يا حضرات افضل من صلاة الفذ الفذ اللي هو الفرض يعني ب27 درجة كما اخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كويس فلو انت حتصلي بزكتك هي حتصلي وراك جميل تصلي وراك بقى بمتر بمتر ونص المهم انها هتصلي وراك الامام ظروفه الصحية هو هيصلي على كرثي ما فيش اي مشكلة طب انا هقولك بقى على اصعب من كده ده ممكن الامام يبقى عنده رخصة انه ما يستخدمش مية فهو متيمم والمصلين كلهم متوضيين وده حديث ده حصل بالفعل كان في غزو اسمها غزوة ذات السلاسل هي احنا بنقول عليها سرية الغزوة لها معركة حربية اي معركة حربية ايام النبي عليه الصلاة والسلام خرج فيها النبي تبقى اسمها غزوة لو ما خرجش فيها النبي تبقى اسمها سرية ما عدا غزوة مؤتة ما خرجش فيها النبي واتسمت غزوة برضو لاني النبي كان متابعة اول بول الوحي كان الهاله مباشرة كان شايف المعركة ليه غزوة مؤتة دي في بقى سرية اسمها سرية ذات السلاسل ايه السرية دي كانوا 300 صحابي وكان القائد بتاعهم عمر بن العص زي اللي بيعرف عندنا دلوقتي حرص الحدود دي كتيبة كان القائد بتاع عمر بن العص رضي الله عنه وانتصروا فيها وهم في السحرة صبح عمر يلاقى نفسه جنوب ومعاته 300 صحابي فبدل ما يغتسل اتيمم مع ان الماء كانت موجودة وصلى بهم امام فلما رجعوا المدينة اشتكوا للنبي قالوا له ده عمر صلى بنا جنوب فالنبي قال له صليت بالناس وانت جنوب يا عمر فعمر بن العص قال للنبي يا رسول الله الجو كان برد جدا وانا خشيت ان اهلك انا خفت ان انا موت وربنا قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم فانا اتيممت وصليت بالناس يقول لك كده تقول كده فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا كأنه النبي اقره فتلاحظ من المستفد من هذا الحديث انه عمر كان هو متيمم والناس كلها متوضية شوف انت عارفوا ان التيمم درجة أقل من الوضوء فالإمام متيمم والمصالين كلهم متوضين والصلاة صحيحة فاذا كان الامام عنده عذر يمنعه من الحركة قياما وقعودا وسجودا وركوء كده فبيصلي على كرسي اه يصلي على كرسي فاش اي مشكلة والمأموم بيصلي قائم وراكع وساجد عادي اه بيقوم وينزل ما فيش مشكلة وعلى هذا اخونا مصطفى بيصلي بزوجته بس هو عشان عنده اسباب صحية ضربه وجعه فبيصلي على كرسي ومراته بتصلي خلفه بمسافة كافية عشان تعرف تسجد والكلام ده الصلاة صحيحة ولا شيء فيها